رغم البيانات المطمئنة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية بتسجيل أدنى معدل من الوفيات بكورونا الأسبوع الماضي في العالم وذلك لأول مرة منذ عامين لأن معدل الإصابات بالفيروس لا يزال مرتفعا في عدد من الدول عبر العالم وقد سجلت إيطاليا نحو 30 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 140 حالة وفات خلال 24 ساعة الماضية كما سجلت بريطانيا بدورها ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا تجاوزت 16 ألف إصابة وأكثر من 400 حالة وفات جديدة خلال 24 ساعة الماضية من جهتها أبلغت سلطات بيكين عن 42 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الماضية وتسجيل أكثر من 130 إصابة بينهم أطفال ووسط مخاوف من عودة انتشار وباء كورونا في العالم أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا مستمرة مقابل انخفاض في معدل الوفيات وأوضحت المنظمة أنه في الأسبوع الماضي تم الإبلاغ عما يزيد عن 15 ألف حالة وفات وهو أدنى معدل نجمالي أسبوعي للوفيات منذ عامين من انتشار الوباء مشيرة إلى أنه أمر جيد للغاية ومشجع لكنه لا يعني التخلي عن الحذر